هلأ دكتور مثل متابعنا أسئلة من الشارع السوري خلينا نبلش بالسؤال الأول كتير من المريضات عم بيتعرضوا للبينير ولكن هذا البينير بنكسر أو بيخراب أو بيطلع هكي لحاله شو ممكن تنصح البينير بسابت أو المتحرك وفوائد وأضرار كل منهم؟ هلأ أول شي موضوع بينير سابت أو متحرك هو أكيد سابت بس موضوع هو بيكسر أو بيفك أو لا أكيد هو بيكسر فهو أي شي تجميلي أجباري بيكسر دكتور نبهوا اللي يعكلوا بزر عليه الفينير تمام أسنان الطبيعية على البزر بتلاقي في عنده المريض محفور سنه بشكل حرف 8 من البزر فالسن الطبيعي ينحفر فأجباري الفينير بده يصير فيه كسر أو حفر فأجباري عنا موضوع كسر هلأ سابت أو متحرك؟ أكيد موضوع السابت لأنه المتحرك نحن عم يحطوه بطريقة دائمة ويأكلوا ويشربوا فيه فهو سيئ جداً هو موضوع شو أضرار المتحرك كثير من الصبايا عم يستخدموه بشكل كثير كبير؟ هلأ بيغضم أول ضرر أنا بشوفه أول تجميلياً هو مالو شي مالو جيد أبداً لأنه هو واضح أنه هو بلاستيكي بيتم أي مريض يعني أنتي مجرد ما تشوفي الصبية أو لأكأنك حاطة شي بيتمك يعني واضح أنه هو مثل الطبشور بيطلع لونه ثاني شي إنه هو لما عم تشربه وتاكله فيه فهو متحرك عم يفوت السوائل بقلب اللسة تحت هذا الترين لإنتحاط الطيفة أجبالي ممكن يعمل لك شوية التهاب شوية رائحة ممكن وما بيصير أنتي تاكل عليه أصلاً طب البنير السابت كماما بيعطي رائحة أو التهاب لألثة ولا لا؟ هلأ الفكرة هو نحن أنا لما بدك تعملي تجميل فكر المريض أنه أنا عملي التجميل خلص أنه ما عد في داعي أني أرجع عن طبيب الأسلان أبداً أو بتخف عنايته حتى بأسنان وأنه خلص أنا أسناني بيضة ما بقى تتصبر هو العكس تماماً هو مجرد ما عمل التجميل صار لازم تنظف سنانك أكتر من اللسان الطبيعي هلأ مثل أنتي مثلاً عم تنطفي هاي المساحة دائماً كل يوم فجأةً حطيتي فيها كزا أطعاب بصير بدك تبع ديون لتنطفي صح تأكيداً على كلامك صح دكتور وخصوصي العامل لومينير بيصدف كتير قصص أنه كل فترة بيعمل شيء الصانتج ريف للتك ما بعرف إذا هذا الشي هذا غلط؟ هذا غلط وتعقيباً على جوابه أنه مو شرط هو إذا عم تضيف المريضة بعد كل وجبة تأكل أو كل وجبتين صيبة داً فهو ما في رائحة هو الغلط لما بيكون في انتفاخات باللسة ونزيف متكرر مع رائحة فبيكون في شيء غلط بالفنير وبحوافه هلأ استخدام الخيط قديش مهم دكتور؟ كتير مهم ولازم يكون يومي بس للأسف نحنا ما عنا هذا الشي يعني يعني بعالمنا العربي توعيتنا لموضوع الفلوسينغ هو قليل مع أنه هو كتير ضروري للفنير ولأي مريض طبيعي طبعاً نعم يعني كمان مثل ما شفنا عفان دكتور لبعض الأسئلة في منهم عم يحكوا عن الطبيين اللي هو كتير هلأ شائع بيعملوا مثل أوالب وبيحطوا توبات وبيقولوا أنه كمان هو أوفر من أنه يروحوا عن طبيب أسنان ويعملوا ليزر طبيب أسنان خلينا نحكي عن الفرق بيناتهم وهل طبيب المنزلي هو مدى مجدي لبعدين أو لا؟ هلأ هذا السؤال بنسألك اليوم فأنا حاجاوبك عليه هلأ أنا بنصح بالمنزلي ما بنصح بالليزري أبداً هلأ أول شيء الاثنين كتيرتون هي مضرة كتير لأنه أمتي الليزري عم تعرضي حالك لليزر لمدة نصف ساعة أو ساعة عم تروحي مينة كتير مشان تاخدي نتيجة سريعة وهنا الاثنين طبعاً هيوا اعتبروا طبيب مؤقت يعني أنا بعد فترة حيرجع اللون متل ما كان ما يفكر المريض أنه بيض أسنانه وأنه خلص صاروا بي دائماً لا ومو معقول دائماً كل أسبوع يعني وعادي بيض المريض أسنانه بصير عنده مشاكل حساسية واحتقانات أعصاب بس المنزلي أفضل من الليزري ديمومة الفترة اللي بيضل فيها الأسنان بيضا هي أكتر بالمنزلي طبعاً طبعاً بس استخدامه بكميات معقولة وبأوقات معقولة يعني لأهلأ في ناس بتحط تركيزة عالية وبتنام فيها للصباح تاني وماذا شي خطأ طب شو هي الكمية الصح والمدة الصح دكتور؟ هي الكمية كتير قليلة على مكان السن اللي أنت عم تحطي في ناس بتعصر كمية كبيرة فبتعمل حتى يلا بتعصر وبتحطها فبتعمل الكيهاب عندها بلسطاعة بتتبايد بسرعة تمام إنه بتحطها لا هي نقطة صغيرة وإذا ما دعيارها قوي مدة ساعتين صح بس وانتهى الموضوع بس منخفف تصبيق فأنا بنصح بالمنزلي أكيد والالتنين هن بالأخير مؤقتين يعني لمناسبة معينة أما بشكل دائم إنك تعملي تطبيق لا وإذا بتقليلي إنه المريد لازم إنه يعمل فينير إذا بده يضلوا سنانه كمان دائمي كمان لا تمام يعني إذا حدا عنده سنان حلوين بالأساس أو فيهم بس شوية تعديلات نعملون تعديل رتوشات صحة دكتور هلا بتنصح بالفينير إنه مجرد ما أنا رفي استعام لفينير فأنا بدي أعمل فينير لو كانوا صفة سناني مختلفين عن صفة سنانة هلا هذا الشيء إنه كتير دارج إنه أنا مثلاً فلاني عاملة فينير أنا بدي أعمل مثله عنه أنا سناني ما بدون فينير بس مجرد ما أنا أخذ هذا البياضي اللي دائماً هيك بخلال الصبايا بيشوفوا إنه موضة صاره اليود يعني هلا أكيد لا إذا أنت بدك تعملي فينير بس مشان يصير عندك سنان بيضة متل غيرك وسنان ما فيه شيء أكيد لا بس نحن موضوع اللومينير اللي هو بيقولوله سن فينير أو بربلس فينير يعني بيكون ما فيه برد إذا أسنانك كتير صفتها حلوة وكتير منيحة فممكن الدكتور يعمل لك عدسات لومينير رئيئة معمولة بس بشكل صح وبطريقة صح ما لسوقية يعني شاء ما تعمل لك إلتهابات بعدين بلزق لك يا هون على أسنانك هلا هون ممكن تكوني حميتي أنت أسنانك وأخذت لهم أبيض أما إذا فدتي بموضوع البرد ولو بنص ميلي فهو شيء خطأ لأسنانك أبداً مئة بالمئة ودي الشي مؤلم يعني بس ياخدوا بمساحة أكتر بيصير عند المريضة ثلاثة أو أربعة شهور لازم دائماً تاخد مسكينات من الوجهة إذا الدكتور أخطأ بتطبيق الفينير على الأسنان شو بتنصح كمان دكتور قبل ما نرجع لزراعة الأسنان هلا يعني بتنصح عن الفينير بنصح عن الفينير بالذات أنه أنت ما تعملي فينير إلا إذا أنت بحاجة مئة بالمئة إذا أنت بدك تعملي شيء تجميلي يعني مشان تاخدي لون أبيض وإنت كتير مضطرة وإسنانك كتير منيحة فبيفضل تعملي بلبرس فينير أو لومينير بشكل صحيح بس إذا ما في داعي يفضل لا ومثل ما حكيت موضوع إذا دكتور برد لك بطريقة زائدة وصار عندك حساسية زائدة مستخدم لك حواف طبعا كل الدكاترة بتعمل الحواف للآن تقريبا تحت اللسة هو شيء كتير غلط لازم تنعمل الحواف عند اللسة حتى لو بيان خط صغير من السن الأساسي هلا هيك أنت بتصير دائما كما فرشيتي سنانك نضف السن إجباري لما بتكون العدسة تحت اللسة أد ما نضفتي بفرشاية الأسنان ضل عندك التهاب فيفضل أنه كل الدكاترة حاليا تعمل التجميل دائما على حواف لسة أسنان المريض مشان ما يصير عند مريض التهاب يطلع أخطاء كثير دكتور يعني أحيانا حرام عم تعمل الوحدة تجميل عم تتشوى عم يتطلع شوي دعفة شوي أوريدي أجباري بدو يعطي بومبي بس إذا كان مشغول بطريقة غلط عم تتشوى طب بهيد الحالة فيها ترجع تفكر ترجع تركب واحد جديد طبعا يعني كمان فينا بدنا عرف هذا بسا هلا هي طبعا بس هي حتكون خسرت أول شي سن خسرت سنة تعرضت للمعة أكبر ممكن يصير عندها احتقام بالأعصاب لأنه هي كذا مرة صار مبرودة أسنانة أجباري يعني فالأخير الضرر للمريض ممكن تضطر تلبس أسنانة يعني ونتكون صبية صغيرة بعمر العشرين حرام جايتك على 23 وعشرين لبستي له مثلا عشرين سن يعني هذا صحيح كثير حرام إذا بننرجع دكتور لزراعة الأسنان مراحل زراعة الأسنان شو هي هلا أول مرحلة مثل ما حكينا بنعمل صور للمريض اسمها CPCT كومبيوتر تومغرافي نشوف عديش بقيان عنا عظم عند المريض وبنتفق معه على الجلسة للمريض بنجي بنحفر بقلب العظم مكان الزرع اللي نحن بنحطه طبعا كله بيكون على خطة مدروسة أكيد يعني وبندخل الزرع للمريض وبنسكر عليها هلا نحن في عنا طريقتين للزرع طريقة الأولى اللي هي على مرحلتين أنه أنا بسكر على الزرع مثل ما حكينا حاليا لمدة شهر ونص شهرين بعد شهر ونص شهرين بفتحها الزرع بحط مشكلة للسنة مدة أسبوع تعطيني شكل دائري مثل كأنه سن طبيعي وبحط سن بعدين للمريض هلا الطريقة الثانية هي التعويض المباشر بس هي كتير في ريسك وكتير بده يكون الدكتور عرفان أنه هالمريض هالحالي وهالسن ممكن أنا عوض له مباشر يعني أنا بقلع السن وبحط الزرع وممكن أعمله تعويض مباشر للسن بأسبوع أنه هو ياخد سن وأنه يستخدمه فورا بس هذا الشي بده يكون سن بمنطقة مثلا تجميلية أمامية ما يكون فيه عليه رض أكيد يعني إذا كان فيه رض فهتفشل الزرع بعد فترة صغيرة طيب ما هي مشاكل زراعة الأسنان؟ المشاكل مت مأتلك أول مشكلة أنه ما عم يكون فيه توازن بين التجميل والتعويض يعني عم يجي الدكتور يحط الزرع على المريض مشان للمريض يأكل عليها بس عم ينسى الناحية تجميلية أنه هذا السن اللي حطه للمريض هو كتير كبير وبين شي مرحلو وكتير يعني أحيانا المريض عم يقول لك يا ريتني ما زرعت ضليت بلا السن ولا زرعت على هالحجم الموجود فلازم يكون فيه توازن نعم بين التجميل وبين الوظيفة صحيح فأهم شي إنه يكون السن اللي أنت زرعتي ما لهم بيّن أبدا أنه هو مزروع بيّن سن طبيعي سن طبيعي وله مراحل معينة دكتور يعني مدغري إنه بده يجي يزرع أسنانه فهو يكون فيه يكون قداش فيه تعب وفيه فيه تعب وفيه جهد وفيه وقت وإذن تبدأ تاقدي نتيجة تجميلية منيحة 100% وتضطري تحطي لسه وتضطري تحطي عظم هذا الشيء وكان يعطيكي 6 شهور مراحل علاج بس أنت فيك تستخدمي مؤقت بينما يخلص هالعلاج تاقدي أحسن نتيجة بس لأسف ما حدا عنده صبر مشان أنا أكون صريح دكتور علي طيب شو هي الحالات اللي بجي منع فيه عملية زراعة الأسنان هلأ كل الموانع الموجودة حاليا كل ما عم نتطور عم تزيل الأسباب لأنه هي بتمنع منع قطعي هو كله صار هالأيام هو منع نسبي هلأ المريض اللي بيكون عنده مشاكل بالكلوة أو بيخسل كلية دائما فهذا موضوع الزرع بالنسبة له لأنه استقلابه بيكون غير استقلابي وستقلابي كان بالكونترول هذا السؤال كان عم يحكوه أنه في حال غير مرض الكبد السكري السكري طبعا مرض السكري إذا كان سكري غير مضبوط شو يعني غير مضبوط يعني في مرضى بتفيق الصبح السكري طبعها 350 بتفيق بالليل 400 السباح 200 هذا مستحيل ينزرع له حتفشل الزرع 100% أما إذا كان سكره مضبوط صلوا سنتين نظم جرعات الأنسلين وبيكون قيمته معينة ففي ينزرع له مرضى اللي بيكون عندهم احتشاء قلب طبعا أو حاطين سمامات أنا قبل السنة ما فيني إزرع لهم مرضى اللي بتعرضوا للأشعاب منشان الأمرات السرطانية نتيجة هالأشعاب تتموت عندهم شوية الغداد للعابية فبسي الإفراز للعاب عندهم ضعيف فلستهم ما حتستجيب مية بالمية حتتتراجع عندهم الزرعات أجبال فيه كتير أسباب مثل هالأسباب هي بس كل أسباب صحية والسبب الأهم والرئيسي هو يكون فقدان العظم يعني أنا ما عندي عظم ولا ممكن أني عود للعظم فيه طرائط لتعويض العظم بس ممكن يجيكي عظم تقريبا واحد ميلي رفيع جدا جدا وتحته العصب طورا فأنتي مصعب جدا أنك تعودي للمريض طيب دكتور إذا حنعرف الحالات المناسبة لزراعة الأسنان شو هي؟ هي الحالات اللي بيكون في عندك فقدان بالأسنان هو مثل ما قلت ولادي أو وظيفي يعني أنت طريتي تقلعي سن معين انتخر كتير صار فيه خراج ما عدت عندك مجال أبدا للعلاج غير أنك أنت تقلعي فقلعتي هذا السن وتحطي مكان وزرعة هذا الحل الأفضل أنه أنت إذا تركتي السن من دون ما تحطي زرعة الأسنان المجاورة حتميل على الفراغ هيصير عندك ميلان هيصير عندك سوق أطباق وإذا رحتي عملتي جسر طبعا نحن بنركض عن موضوع الجسور لأنه موضوع أرخص بصراحة ماديا من الزرعة رحتي عموضوع الجسور فأنتي ضربتي سنين المجاورين مشان أتعاودي هذا السن الموجود ففقد سن واحد أو فقدان بالأسنان الخلفية يعني أنت ما عندك أسنان لتاكلي وفضل أنه أنت تعملي زرعة نعم يعني سمر دائما المرأة الحامل بيقولوا بتفقد سن ما هيك دكتور؟ درس سن شو؟ هي مو بتفقد سن بصير في عندها نقص كليس نقص بي تضعف أسنانها بصير عندها نخور وبتلتهب من الستة من الهرمون أسناء الحمل نصائح للمرأة الحامل من بعد ما تولد فيها تعمل زرعة صحة فيها تعمل زرعة؟ هلأ نحن منتمنى ما تعمل زرعة الزهية ما فقدت السن يعني هي أهم شيء ممكن تعمله أنه هي تتعالج ترجع الانخور الموجودة عندها وتتطمن أنه هي كل النزف اللي صار معها بالستة أثناء الحمل هو نتيجة ارتفاع هرمون اللي نسوي عندها أثناء فترة الحمل فأنه يفضل أنه هي بس تعالج انخورتها أنه هي ضعفت من نتيجة الحمل تبعه وترجع تنظف أسنانه وللستة ما في داعي للزرعة أبداً إذا فقدت السن طبعاً يفضل أنه هي تزرع أكيد مئة بالمئة ما في مجال دكتور بدنا نسائح عامة لكل حدا عم يتابعنا؟ لأي حدا عامل زرع أو أي حدا عامل تجميل كما قلت لك أول الحلقة بياخد فكرة أنه أنا زرعت ما عاد في داعي روح شوف دكتور أسنان أبداً وما عاد في داعي أبداً أني بعد ما عامل فنير أنا فرشي أسناني أو أشوف طبيب أسنان هو لا المفروض تكون عناية قصوى يعني أنت لما بتعملي زرع أو تجميل إذا عم تفرشي سنانك مرتين باليوم لازم بصيروا أربعة بعد ما أنت عملت تجميل بتعتني فيهم لأنه مجرد التهاب خفيف حتخسري الفنير وحتخسري الزرعة مع الأسف إذا صار عندك التهابات حواليها باللسة بعد فترة ممكن تنكشف الزرعة وتطلع من تم المريض فأنا ما بنصح غير بالعناية الشديدة يعني تفرش أسنان بشكل كبير الفلوسينج الدائم المضامد الفموية كل فترة هو أحسن شيء ممكن أدمول المريض نصيح نعم يعني أسئلة كثيرة دكتور يمكن شفناها باستطلاع عملنا أيضاً بدنا ننصح كمان الأشخاص اللي مو عاملين لا فينير لا لومينير ولا أي من هدول الأصاص كيف بدون يحافظوا على أسنانهم غير بالفرشاية يعني كمان زيارة الطبيب كل ستة شهر بيقولوا أو بشكل دوري هي كتير مهمة والأهمال تبع الأسنان صعير كتير كبير هلأ هو فيه بالربورتاج كان في حدا عن يقول أنا كيف بدي حافظ على أسناني وأنا لازم دائما شوف طبيب الأسنان هو لازم شكل دوري كل ستة شهر أو ستة شهر إنك شوفي طبيب أسنان إنه في طبقة بليك ما حتنضف معيك بالمنزل الأجباري بده طبيب أسنان اللي ينظف لك ياها إجباري وبتضل أسنانك صحية وفرش ومتل ما حكينا إحنا إذا بدنا طبيب خفيف ممكن نستخدم المنزلي ما نضطر نفوت بموضوع برد الأسنان الزائد إذا نحنا مالنا بحاجة لهذا الشي فنحنا بشكل دوري عن طبيب الأسنان مع تنظيف خفيف تفريف أسنان بشكل دائم تكون أمورنا كتير منيحة منتشكرك كتير دكتور عالي على المعلومات الحلوة كتير شكرا لكم شكرا لكم أكيد منتشكرك وإن شاء الله يا رب يكونوا نصايحك وصلوا للجميع لألكسا